صريحات جديدة بخصوص فتحي البلدي شكوم فتحي البلدي واشنوه الجرائم اللي عملهم فتحي البلدي باش تسمعوا الفيديو هذي باش تعرفوا الكم متاع الجرائم اللي ارتكبهم هذا الشخص لصالح حركة النظر لصالح راجد الغنوشي ورغم ذلك يعني تنكروا له انبعد باش تتفشقوا من هاو المعلومات اللي باش نقولهم في هذا الفيديو طبعا المعلومات هذي كان أدلة بيهم عبد الناصر العبيني ناشط سيئسي يحكي على فتح البلدي في حوار مع جريدة الشروق يقول لك انه فما تفاصيل اختيرة على الأخر تتعلق بفتح البلدي وجهيز الأمن الموازي ولا الجهيز السري لحركة النهضة صلب وزارة داخلية الناشطة السيئسي عبد الناصر العبيني يقول لفتح البلدي المستشار السابق بوزارة داخلية وقلت هنا في فيديو البارح انه هو في التسعينات فتح البلدي كان يعني تخلي وزارة داخلية فيقوا بيهم بعض اللي هو عنده انتماء لجمعيات مشبوهة أحالوه للسجن عدد تقريبا 15 سنة سجن في عهد بن علي بعد الثورة رجع مستشار بديوان وزير داخلية ورغم اللي تبدلوا الحكومات وتبدلوا وزراء الداخلية لانه هو ديما قعد موجود ومخليته حركة النهضة ديما مستشار في ديوان وزير داخلية على عينيهم يعني كل شيء ها بش نحكيه بأكثر تفاصيل فتح البلدي المستشار السابق بوزارة داخلية وكيفش خرج منها عفوا توفيق شرف الدين في نوفمبر اللي فات خرج عشرين كادر معناها في وزارة الداخلية للتقاعد الوجوبي كان من بينهم فتح البلدي المهم انه الفتح البلدي اليوم تحت الاقامة الجبرية في القضية اللي تعرفوها اللي تتعلق زيدة بنوردين البحيري فتح البلدي كان مستشار لوزير الداخلية وقت الترويكا وقت اللي كان عليه العريض يعني وزير الداخلية نجح في تكوين شبكة علاقات مع إطارات أمنية متعددة داخل وزارة الداخلية العوين يقول انه البلدي أسس منظومة كاملة قايمة على المقايدة بالامتيازات تخدم للملف هذا تترقى والملفات والإقالات ما تخدمش زيدة يتم إقالتك لاستدراج القيادات بيش تعمل على أجندة حركة النهضة داخل وزارة الداخلية تخدم معاه تترقى ما تخدمش معاه تتعاقب تتجبدلك ملفات تتجمد حركة النهضة يعني استغلت فتح البلدي بيش تخدم الأجندة بتاحها بش هو يستدرج القيادات والكويدر الكل في وزارة الداخلية كل الرتب والامتيازات والترقيات كانت تمر عبر فتح البلدي وتستوجب مصادقته قبل حتى في إدارة أخرى إلا ما يوافق فتح البلدي يعني كان عنده كلمة كبيرة في وزارة الداخلية على مستوى الترقيات تذك عليش نشوفه أنه برشة كويدر وبرشة أهوان يتقربونه ويحاولوا يتقربونه ويحاولوا ينفذوا الأجندة امتاعه زي دونك كل شي يمر عبر فتح البلدي وما يتحدى شيء إلا ما يصادق هو عليه بش تتنفذ فتح البلدي قد فعل أساسي في وزارة الداخلية إلى حدود سنة 2017 كان العين السهرة لحركة النهضة وللأمن الموازي داخل وزارة الداخلية شنو صار في 2017 في 2017 نجم الغرسلي كان وزير الداخلية وقتها وأقالوا ثم بعد ذلك ارجع ولكن في تلك الفترة لفترة وجيزة أكهو أقالوا من ديوين وزير الداخلية مع نجم الغرسلي وبعض درجاء دونك يقول لك العويني أنه شبكة الأمن الموازي تكونت داخل وزارة الداخلية على زوز مستويات المستوى الأول هما الناس اللي راجعين من العفو التشريعي العام من إطارات وأعوان تمت محاكمتهم في أهد بن علي يعني في السابق يأما بشبهة الانتماء إلى حركة النهضة وفيهم شق آخر تمت محاكمته من أجل الانضمام لتيارات سلفية جهادية المكون الثاني هما بعض الإطارات الأمنية اللي مستقلة اللي تنتظر الفرصة باش تتحصل على امتيازات وتسميات في الإدارات العمومية والمركزية وأبدت في المقابل كامل استعدادها باش تخدم حركة النهضة المهم يحقه معناها الأهديف متاحهم واللي فم شكور من بينهم اليوم الشخصية نحكي وعليهم محال على أنظر القضاء من أجل المشاركة في قتل الشهيد محمد لبراهمي بعد إخفاء وثيقة التحذير الأمريكية من إمكانية اغتيله الوثيقة لبعثتها الاستخبارات الأمريكية لوزارة الداخلية واللي أعدموها وأخفوها ودونك تعرفوا شنية كان يصير يعني بالحق شي دوخ شنو كان يعملوا في وزارة الداخلية وكانوا يحكيوا على أمن موازي واليوم يقولوا فماش أمن موازي لعويني يقول لك أنه فتح البلدي كان منسق لعدة عمليات أمنية هو أكثر الإطارات الأمنية اتصالا بمصطفى خذر اللي يشرف على الجهاز السري وكان وراء تعيين المديرين العامين اللي قدموا خدمات لحركة النهضة كما دخل مباشرة في منح الجوازات لمواطنين أجانبه هي القضية اللي مجبوط فيها نوردين البحيري العويني يرجع عدم دفاع حركة النهضة عن فتح البلدي رغم هالخدمات الكل ورغم معناها سنين طويلة اللي يخدمهم وكان عينهم في وزارة الداخلية وكانوا أصلا يعني مطيع مطوع يعني كانوا يتيعوها القيادات وكل شيء هو كان الكل في الكل يقول لك السبب في أنها ما دفعتش عليه فتح البلدي بالأساس هي أسباب سياسية خطر دفع على نقب رئيسها نوردين البحيري مقابل السكوت على فتح البلدي كعنصر غير مشهور خيرة أنها تدفع على نوردين البحيري وتتغذى على فتح البلدي اللي في الحقيقة حتى عيلته استئت وقالت أنه دخل الحبس على حركة النهضة وخدم حركة النهضة وقدم خدمت كبيرة ياسر كما كنت تسمع ودخلت عليه حركة النهضة طبعا النهضة خيرة أنها تدفع على البحيري محامي ووزير أسبق نائب رئيس حركة النهضة عنده وزن كبير في تصريحاته وفي إلى غير ذلك وبتبيعة الحال تقول لك زيدا من جانب باخر نوردين بحقي محامي كيف يتمثل محامي سلك المحامي لكل بشي ينغر معاه بينما فتح البلدي كانت الدفع عليه طوي يتكشف المستور هذي اللي هي محبة وش يتكشف اليوم هو تكشف فتح البلدي يعني معروف اللي يبحث واللي يلوج ويتعمق شوي يعرف أنه فتح البلدي راه هو ينتميه وأصلا هو بيده كل شيء في الجهيز السري لحركة النهضة واختراق وزارة الداخلية ويكشف طوارد حركة النهضة وراشد الغنوشي في المقابل فتح البلدي يقول لك أنه هو شخصية غامضة مرتبط بمسائلة هم أمن البلاد هو شجرة اللي تخفي الغابة هو مرتبط بقيادات من الصف الأول لحركة النهضة مرتبط بزيدا عناصر أخرى تعيش في الخارج في علاقة بالجهيز السري في تونس اللي تكشفت اليوم كل الحقائق عليه لعويني أكد أنه اليوم اليد الخفية اللي تعطل الاقتراب من الحقيقة واللي اختفت ولكن المعاطلات الموضوعية مزارت موجودة من بينها غيب الجرأة التلكق التباطئ في التعامل مع ملف الاغتيالات هاو كل شيء واضح يقول لك عليش ما نمشيوش في الموضوع وفي صلب الموضوع خلينا نكشفه الجهاز السري نحكيو عليه بالمكشوف خلي للقضاء يدخل يختم خدمته خلينا نحملوا المسئوليات للوثيقة متاع اغتيالي براهمي اللي وصلت لوزارة الداخلية وطفيوا عليها الظو دونك الناس لكلها اليوم تطالب بالإرادة السياسية بالجرأة خاطر لازم جرأة في الموضوع هذي نكتكشف معنا يتورط ملفت هكا وليك راو ما يخفى لحتى حد النهضة حابت تخبي الموضوع تحكي على نور دي البحيري وتتنيسة فتح البلدي ولكن هاكم تراو فتح البلدي وحجم الجرائم اللي تورط فيها لصالح الغنوشي وحركة النهضة